السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد إذن فيديو اليوم خاص بتقويم ودعم الأسدس الأول إذن الصفحة 47 إذن نبدأ بالعلوم الفيزيائية سؤال الأول إذن ما المكونان الأساسيان للهواء إذن تنف الدرس بأن الهواء مكون أساسا من ثناء الأزوت ثناء الأكسجين إذن تناء الأزوت ثناء الأكسجين اوض إذن هدو ما الجزة الغازات اللي كيكونوا الهواء بواحد نسبة كبيرة إذن عنا تقريبا 8% ثلاثة نواتج لإحتراق الشمع الثلاثة نواتج لإحتراق الشمع نواتج لإحتراق الشمع غاز ثنائي أوكسيد الكربون نواتج لإحتراق الشمع ثم هباب الفحم هباب الفحم نواتج لإحتراق الشمع الثالث ما الغاز الضروري لإحتراق؟ الغاز الضروري هو ثنائي الأكسجان إذن غاز ثنائي الأكسجين هو الغاز المهم إذن لحدود الاحتراق ثنائي الأكسجين النسبة دياله في الهواء تقريبا ما بين 20 و 21% إذن من نسبة الهواء إذن السؤال الرابع من العناصر الثلاث اللازم أو اللازمة لحدود حارق إذن باش يوقع واحد الحارق أخصنا ثلاثة ديال العناصر معينة إذن كما قلت عندنا ثلاثة ديال العناصر أولا نخصيك لعننا واحد الجسم إذن هذو ثلاثة ديال العناصر لحدود الاحتراق جسم قابل للاحتراق جسمون قابلون للاحتراق هذا الجسم هذا كنسميه المحرق 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 وعدنا إذن جسم محرق جسم محرق لدائما إذن محرق اللي دائما تكون هو غاز ثنائي الأكسجين ثنائي الأكسجين ثم مصدر مصدر طاقة هذا كل لهيب ديال لهيب أو شرارة إذن مصدر طاقة لهيب أو شرارة لاندلاع النار إذن شرارة تون إذن هذو هما يعني ثلاثة العناصر لحدود الاحتراق هذة ثلاثة العناصر مهمة لحدود الاحتراق الآن النشاط الثاني propriété دو لعناصر الهواء سؤال الأول انشوف الهواء كنت نو دو زفلا كنفرمي par un ballon دو بودرش إذن ballon ما تاتي كفى لبالن لسكن انشوف لعناصر من اللي سخنو هذك الهواء فهذك البالن سينفاجر لبالن أو بيان لبالن سيكسploز كلي برؤية دو لبالن دماظت ستعزب هنا لحسن لحسن اللي كتشفنا اكيد لحسن ان الهواء يتمدد لدلاتي دو لعناصر دو لعناصر دو لعناصر دو لعناصر دو لعناصر دو لعناصر سنمر الآن العلوم الحياة السؤال الأول إذن تجسد الوثيقة جانبها علاقة بين كائنين حيوانيين يعيشان في نفس الوسط الطبيعي إذن عندنا جوج ديال الحيوانيات عندنا الغازالة وعندنا هذا الطائر إذن شوفوا معي بأن هذا الطائر شنو تيأكل؟ تيأكل هذوك الطفيليات التي تعيشوا إذن هنا في الجلد ديال الغازالة عفوا إذن فشنو كيساهم هالطائر هو كي تغدع لذوك الطفيليات وفي نفس الآن فهو كيخلص هذيك الغازالة من هذوك الطفيليات لكي مصوا الدم ديالها إذن هنا غدي نقوله بأن المادة تستفيد الغازالة من هذه العلاقة إذن التخلص من إذن فهي تتخلص إذن التخلص من التفيليات والحشرات من التفيليات والحشرات الضارة إذن ماشي حشرات نافعة أو لطفيليات إذن الضارة ماذا يستفيد الطائر من هذه العلاقة؟ إذن هنا الحصول على الغذاء هذه الطائرة تغدع لذوك الطفيليات وذوك الحشرات الضارة إذن الحصول على الغذاء إذن كيف نسمي هذه العلاقة؟ إذن هذه العلاقة تسمى التعاون ماشي التطفول التعاون لأن التشي واحد ماشي ممضرورش يعني كلهم كيستفدوا هذه كتستفد بأنها كتتخلص من هذه الطفيليات والحشرات اللي هي كتضرها كتضرها في الجسم دياله وكورد دياله وهذا الطائر كيحصل على الغذاء دياله إذن هذه علاقة كتسمى التعاون الميتياليزم سؤال الثاني خلال فإن دياله 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 انا 4 افرماتي للميساج نرغو سبيسيث على سبيلتي وكورد دياله نهو نيو دياله انا ديس حيحا للميساج اللي خاصة بالحساسي الشعورية فإن تنشأ على مستوى الدمار انا دياله للميساج للميساج ولميساج انا دياله دياله موذمن رفلس الموذم آخرسة هي حركات الإنعيكسية كيف نعرف أنه قد نعرف أنه هو الموال وقام على المشي أنه يدفع هو الدمخ فهو الدمخ تماماً صحيح وكشيح هناه يدفع لنبخ الدمخ لنبخ للدمخ صحيح هو الدمخ اللوميار فيف السن فوق افاكت الزوغان دي صن انه انها مدسة على الاسستام نيرفو هذه الأضواء والأصوات المرتفعة فهي معنداه تشي درر على الاسستام نيرفو نقعد خاطئا اذا ما سوف نبداه التمرين التوليفي سنبدأ بالعلم الفيزيائي اصنف العبارات التالية الى مجموعتين التغيرات الفيزيائية والتغيرات الكيميائية نضيف جدول تغير فيزيائي وتغير كيميائي ونكتب هذه الحروف تغير كيميائي وتغير فيزيائي تنتهي بنفس المادة التي بدأت بها تنتهي بنفس المادة يعني لا يوجد خاصية جديدة تغير فيزيائي تظهر خواص جديدة تغير كيميائي تغير في المادة تغير كيميائي تغير فيزيائي لا تتكون مادة جديدة تغير فيزيائي تتكون مادة جديدة تختلف عن المادة التي بدأت بها تغير كيميائي تغير في مظهر المادة هنا المظهر فقط ماشي الخواص ماشي المادة غير مظهر المادة بخار الماء ودرنا عمل التكاتف فرجع سائل هنا غير مظهر المادة التي تغير أما المادة هي نفس الماتير إنيسيال هنا تغير فيزيائي سوف نمر الآن لعلوم الحياة تمثل الوثيقة أسفلها الأعضاء المتدخلة في حركة التقات الكرة من طرف حارس المرمى ومسار الرسالة العصبية أثناء هذه الحركة ألف ما دور الدماغ في هذه الحركة الدماغ يعني الدماغ يلعب دور المركز العصبي هنا ألف دور الدماغ دور الدماغ هو المركز العصابي إذا المركز العصابي إذا لا حضة إذا دماغ ما دور العضلة في هذه الحركة إذا العضلة هي المستجيب إذا دائماً العضلة تلعب دور المستجيب الحركي المستجيب أو المستقبل ه اخطر الرقم المناسب لكل حرف من حروف الخانات على رسم مصادر الرسالة العصبية صورة لعب 4 لعب جاه الحارس المرمى سوف نكتب خمسة حساسية شعورية سوف نمشي لمركز العصبي الدماغ أو المخ بالضبط بعد ذلك سوف ننشأ رسالة عصبية سوف نعطي المساج للعضلة تغير رقم 1 هذا هو التتمة الصحيحة للكتصة اصدقائي انتهي هذا الفيديو ومعيدنا إن شاء الله يتجدد مع تتمة الدروس دائما على نفس القناة تكونوا في الموعد إلى اللقاء